اشتركوا في القناة دائما ما يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي زمان إبراهيم عليه السلام اندثر التوحيد وانتشر عبادة الأوثان والنجوم والكواكب وحتى الأشخاص كالنمرود ابن كنعان ملك بابل فجاء إبراهيم عليه السلام كمصباح منير في غرفة مظلمة وكان إبراهيم عليه السلام ذو فطرة سليمة وقلب نقي وفطنة وذكاء وكان صلى الله عليه وسلم بارعا في الإتيان بالدليل والبرهان وإثبات الحجة رأى قومه في الشرك غاركون منهم من يعبد الكواكب والنجوم وآخرون للقمر والشمس ساجدون قال الله تعالى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولماذا اصطفاه الله عز وجل في الدنيا؟ لأنه كان مسلماً مستسلماً لله عز وجل مخلصاً لله حنيفاً مائلاً للحق فماذا يفعل مع قومه؟ كان لابد من المناظرة والمجادلة والإتيان بالحجة والدليل والبرهان كان من الممكن أن يصدم قومه ويقول لهم أنتم على خطأ ولستم على صواب ولكن لا ينفع هذا الأسلوب فماذا فعل؟ خرج ليتأمل في ملكوت الله عز وجل وفي بديع صنعه ولما غابت الشمس نظر إلى كوكب الزهرة وقال لقومه هذا ربي فلما برح بعد فترة وغاب قال لا أحب الآفلين فنظر إلى جهة المشرق فرأى القمر فقال هذا ربي هذا أكبر وأحسن فقال قومه نعم نعم وفرحه فلما غاب وزال قال لإن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما أصبح وراء الشمس وقد أضاءت الدنيا قال لقومه هذا ربي هذا أكبر وأحسن فلما غربت نظر إلى قومه وقال إني بريء مما تشركون فأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام وقال له أسلم فأجاب إبراهيم على الفور أسلمت لرب العالمين موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة